ما زالت الأزمة الفينزويلية تراوح مكانها مع تمسك طرفين نزاع بموقفيهما وانقسام الموقف الدولية بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا الدول الأوروبية واللاتينية دعت خلال أول اجتماع لمجموعة اتصال دولية حول فينزويلة في العاصمة الأورغويانية منتفيديو دعت إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في هذا البلد النفطي بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن الأوان قد فات للحوار مع مادورو وأنها معنية فقط بالتعامل مع حكومة جوايدو الاجتماع الذي حضره كل من الاتحاد الأوروبي وثمان دول أوروبية وخمسة بلدان من أمريكا اللاتينية دعا في بيانه الختام إلى وضع مقاربات دولية مشتركة لدعم حل سلمي وديمقراطي للأزمة مع استبعاد استخدام القوة مادورو من جانبه رحب بالاجتماع بعد أن رفض في وقت سابق المهلة الأوروبية لتنظيم انتخابات لكن جوايدو الذي اعترفت به نحو أربعين دولة رفض أي حوار مع الحكومة معتبرا أن ذلك سيكون كسبا للوقت من جانب مادورو وفيما كان الاجتماع ينهي أعماله وصلت أول شاحنات المساعدات الأمريكية لفينزولا التي كان مادورو رفضها وصلت إلى الجانب الكولومبي من الحدود مع فينزولا التي تعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تأريخها يأتي ذلك بعد أن اتهم نائب الرئيس الفينزولي خورخي رودريغيز كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا بدعم انقلاب عسكري خطط له العقيد السابق في الجيش الفينزولي أوزالدو فالنتين غاريسيو بالمو والذي اعتقل في كانون الثاني الماضي وهو ما أكدته كالت رويترز بالقول أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع أفراد في الجيش الفينزولي لحثهم على الانشقاق على مادورو في المقابل أكد جوايدو أنه مستعد الموافقة على تدخل عسكري أمريكي في بلاده للإطاحة بمادورو أمر إن حدث فإنه يعيد إلى الأذهان التدخلات العسكرية الأمريكية التي دمرت الكثير من البلدان وآخرها العراق وهو ما قد يعني تحول فينزولا من الأوضاع السيئة التي تعيشها اليوم إلى أوضاع أشد سوءا اشتركوا في القناة